مرحبا بكم في الفيديو رقم واحد من شرح موديل سينيتيك شيميك واللي هو كي تباز على الفيتس شنو الهدف ديال الموديل هذا؟ هو سرعة ديال اي ريكسيون شيميك موسيقى في سرعة ديال سرعة فيتس هو سيتان تاغم فيزيك انا ضروري ما يمكنش ان نفهم هذا الموديل وانا ما فهمش لا فيتس ما يمكنش نفهم السينيتيك شيميك الا ما يمكنش فهم في العمق ونسعي ليدك الفهم السطحية ديال الحفاظة العلم ما فياش الحفاظة الاصديقة العلم في الفهمة كل ما فهمت كل ما رسحتي وانت كتقرأ كل ما حفظتي كل ما تعدبتي وانت كتقرأ أوكي دونك دين حاولوا نفهموا واحد الفهم عامق دين حاولوا نفهموا بعمق شنو هي لا فيتس دونك من لك نهضروا على لا فيتس للأصديقاء عندنا جوج ديال الأنواع غالباً تتخلطوا الطلبة كينا لا فيتس مويا وكينا لا فيتس انستندوني لا فيتس مويا قرناها من يامت الاعدادي شنو هي تسامبلوما شنو كتقول لنا هاد تخيل معي السيناريو التالي تخيل معي واحد الاتيوديون فاق مع الصباح مع التمييض صباح قلع من الدار دونك هالشي غدي نأبليكيوه بطبيعة الحال على الرياكسيون الشيميك ما إلا ما كنش فاهمه أنا على إلا ما كنش فاهم الصورة دي الاتيوديون كيمشي من الدار المدرسة ما يمكنش ليين فاهم الرياكسيون الشيميك كيفاش كتبدا وكيفاش كتسالي دونك كما قتلاحظوا معي الاتيوديون ديالنا قلع من الدار مع ثمانية مع الثمانية ونص داز على المسجد علما أن المسجد جاي كيبعد بنصف كيلومتر يعني كيبعد بخمسمائة مترو خمسمائة متر على الدار من بعد الاتيوديون ديالنا كمل يعني يعود قطع خمسمائة متر خرا باش غيكمل لنا كيلومتر وغيوصل لنا للمدرسة مع تساة ديال الصباح وكيم ما قتلاحظوا معي هنا الهيلة المترسة بعد أن ينبت مان veio من الدار وصل إلى المسجد بنفس السرعة من الدار المسجد استغرق لنا نسف ساعة يعني قطع لنا نصف كيلومتر في نسف ساعة يعني يقولوا السرعة لها نسف كيلومتر في نسف ساعة يعني مش علينا بكيلومتر في ساعة حسنًا كيلومتر 0.5 كيلومتر بار 30 منت هي نفسها 1 كيلومتر بار 60 منت تفقين اني تسام بلما إذا ضربتي 0.5 في جوجة واحد إذا ضربتي 30 في جوجة ستين هي كيلومتر في الساعة يعني من الهن الهن ستغرق لنا سرعات كيلومتر بار اير او تاني من جامع المسجد مشارينا بنفس السرعة يعني 30 كيلومتر في الساعة وبالتالي كنلاحظوا أن السرعة ديال اليتوديون من طرح تال المدرسة بقت ثابتة يعني اليتوديون ديالنا كان غادي بنفس الريتم اوكي دونك غادي بنفس الريتم ماشي مرة كي يضرب مرة كي تعطل غادي بنفس الريتم حتى وصل للمدرسة دونك هنا فاش كنكونوا غاديين بنفس الريتم ما كان فاريوش استروا معي له الترم ديال الاريو ما كان فاريوش الريتم ديالنا أثناء السير هنا كنكونوا كنه يضروعلى سرعة اللي هي بطبيعة الحال متوسطة فيتس موية واللي يجيب اي اتوديون من الاعدادي يعرف يحسبها لك بطبيعة الحال غيروا أغلبية كنكونوا احنا حافظين هدلي غلا سيوم ما كنكونوش فاهمينهم وقايسينهم على أرض الواقع دونك لا فيتس الاصديقاء شنو كتساوي لنا كتساوي لنا تغير المسافة دلتا هو تغير على تغير الزمن على دلتا تي دونك إلا جينا نأبليكو هاد العلاقة هادي غادي نقولو ذي كتساوي واحد دونك واحد كيلومتر ناقص صفر اللي هي البداية ديالو مقسومة على الزمن النهائي اللي هو تسعود ناقص الزمن اللي بدئي اللي هو 8 وبالتالي لا فيتس كتساوي لنا واحد على واحد بطبيعة الحال عندنا الفوق المسافة بالكيلومتر وعندنا التحت الزمن بساعة وبالتالي واحد على واحد كتساويش حال واحد كيلومتر في الساعة إذا من الهنك نسجو أن لا فيتس مويا ما كتفع رياش كتبقى غادة ثابتة يمشى بسرعة ثابتة من المدرسة حتى من الدار حتى المدرسة ده بس يدنا غادي ندوزو نشوفو و فاء الفيتس المسافة مجرح ثابتة كمثال مضاد الحالة الأولى اللي درسنا فيها السرعة التابتة ديال التلميذ نبغى نشوف سرعة متغيرة كما تلاحظوا معي قلع مطار كما العادة مع الثمانية ديال الصباح وصل الجامع مع الثمانية ونص لحد الآن ماكيشي فرق بين هذه الحالة والحالة السابقة فالشفرسو قرب الجامع زاد من السرعة دياله دونك هنما مشاش لنا بسرعة تابتة إذ أنه من دار المدرسة الصغرق لنا نصف ساعة في مسافة 500 متر اللي هي نصف كيلو متر بينما من جامع المدرسة شحل الصغرق لنا مسافة مدة 15 دقيقة دائما في 500 متر هنا كنس نجو أن التلميذ غير من سرعة دياله بالتالي العلاقة ما تبقاش خدام علينا لأن السرعة دياله من نقطة A من المدرسة السرعة دياله من الدار المدرسة ما بقاتش تابتة يعني السرعة دياله من الدار المسجيد مختلفة على السرعة دياله من المسجيد إلى المدرسة إذ أننا إذا بغينا نطبق العلاقة القديمة عندنا لحق نطبقها غير من الدار الجامع ما عندناش لحق نطبقها من الدار المدرسة لأنها تغيرات دونك من الدار الجامع كان غادي بنفس السرعة دياله القبيلة اللي هي كيلو متر في ساعة يعني 500 متر في نصف ساعة هناك اللي غا يبدأ يتفلس فعليا اللي يقول لي كيفاش كيلو متر كيفاش كان حاول ما أمكان بسط باعتبار أن اللي تيديون بغي يبدأ معايا أزره بغي يقس معايا الشيمي بغي يقس معايا الفيزيكة الشعلاش ديما كان خدمها تشرح هذا العاميق اللي ربما يقدر يبن مومي لشي واحد اللي يضابطتش دوكي لكي ضابطتش يصبر معانا أو سكيبي حتى نوصلو للحويز اللي مكتلقاش فيهم مشاكيل دونك أنا كان شرح باعتبار أن اللي تيديون اللي معايا مشاد دواله بغي يقس كل شي بيدي دونك هناك اللي غي يقول ليه كيفاش أو الساد كتقول لنا كيلو متر في ساعة وشوية كتقول لنا آم كتقول لنا 500 متر في نص ساعة يعني نص ساعة هي 30 دقيقة راهية هي الأصدقاء دونك منيك نقول لك 500 متر على 300 على 30 دونك إذا ضربت الفوق طلعت حي الكرموسة بتشكو لي قال لك ضربت الفوق في الجوج ضربت التحس في الجوج مثالي السرعة تبقى ثابتة دونك هنا كنستنجو أنني لكت غادي بالسرعة دي 500 متر في كل 30 دقيقة راهية سرعة واحد كيلو متر في كل ساعة لابقيتمعها في طبيعة الحال على السرعة ديالي ما كنلاحظو أن اللي تيديون ديالنا هنا وصل للجامع وبدأ تيسر بي دونك هوا دابا غادي غادي بنفس السرعة تطا 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 غادي كيقطع كيلو متر في الساعة فش وصل لهاد النقطة هادي شنوترا Vن دونك الزات السرعة دونك دكشي لكن كيقطعو في 30 دقيقة ولا كيقطعو في 15 دقيقة بمعنى أن اللي تيديون ديالنا دوبل من السرعة ديالو وهنا كنستنجو أنه نقدرون حسبوها وثانيثا هنا هي السرعة بين نفس الطريقة V كتساوي المسافة اللي قطعها شحال هي المسافة اللي قطعها من 1 إلى 0.5 دونك هي 1 ناقص 0.5 0.5 كيلومتر بينما 8.45 ناقص 8.5 شحال هنا هي 15 دقيقة وكي دونك منيك نقولو 15 دقيقة بحال لاش تديتي نصاعة نصاعة هادي نصاعة نتفقين هادي نصاعة وقسمتها على جوج شحال أتعطيك تخيبين أتعطيك 1 إلى 4 أتعطيك 0.25 وبالتالي اللي تدين ديالنا ولا غادي بالسرعة ديال 1 ناقص 0.5 مقصومة على 0.25 كي دونك لا في التس شحال غا تسوي لنا أصدقاء دونك هي 0.5 على 0.25 وبالتالي إلا قسمنا 0.5 على 0.25 نتولي بتس كي تسوي جوج كيلومتر في الساعة إذن كما قلنا في اللول كان غادي بكيلومتر في الساعة من بعد شفر ويضوبل السرعة ديالو بجوج كيلومتر في الساعة أوكي دونك هنا السرعة تدوبلات نحن كنعرفو بطبيعة الحالة أصدقاء أنه شنوية لا في التس لا في التس هي تغير المسافة دي على تغير الزمن فكلما ارتفعت المدة اللي كتستغرقها كلما السرعة ديالك كتكون قليلة نقوله تقيل تعد تلتي نورمال ما أنا متوقع كتجي في ساعة ستقتجي في ساعتين وكلما كما كتشوفوا معايا هاتا دي جاي في المقام كلما نخافض الزمن ديالك كلما السرعة ديالك شنو كيطر على كتزاد والا دونك هنا أصدقاء بما أنه السرعة متغيرة ما بقتش تابيثة من 8 حتى الـ 845 فما بقاش عندي الحق نخدم العلاقة ديال دلتا أوكي دونك هناك نديرو دلتا إكس على دلتا دي من اللي كتكون عندي السرعة غير تابيثة وكنبغي نحسبها غير من السمية ديالا إنستانطاني يعني كمبغي نحسب لها فيتس ديالي الانستان تابقين في اللحظة تي علاش لأنها متغيرة هنا بطبيعة الحال في كل لحظة غنحسب فيها السرعة غلقها فيكس ما هنا السرعة واللات كتتغير ليا في كل بلاصة يعني الانستان تي فهذه الحالة ما كيبقاش عندي الحق نخدم دلتا أوكي شنو يا ديغيفي هي اشتقاق شنو يا اشتقاق كتنوض شقيقة في الرأس شنو هي ديغيفي عطيني العمق العمق ديالا أوكي العمق ديالا ديغيفي هي فاش كان شق في واحد معينا ودون كان باش ضبطو مع المسائل كيما كلي كو هل نحاول نشرح لكم العمق بواحد طريقة اللي كنت تمنى أن شي واحد يشرح ليها بها من اللي كنت اتوديون هل نحاول نشرح لكم ذك شي من العمق ومن القلب لاحظوا معايا الأصدقاء شنو هي شنو هي دونك هذي 60 نوسيون ماتيماتيك ما أنا كنحاول ديما نخلي لكم المات تقيسوا بيديكم ما تبقاوش غير غادين في الجريد أنا عارف الأهمية دي الجريد فهم العلوم ولكن ما يمكنش نجي ونقطعنيش للجريد الضروري خصني التبسيط خصك سعطيني أمثلة من الحياة اليومية نفهم بيهم المادة نحب بيهم المادة ومن بعد ديك الساعة غادي نقول لي أنا نجرد لراسي دونك في الأول كتقول لي الدار المدرسة آآ الجامع هذو كنتخيلهم كنقيسهم من بعد غادي نبقاش نقول الدار ولا المدرسة صافي ما بقيش صغير وليس كبرت دونك هني نقول point A point B point شنو هي point الله هو علم كيلكو سوا كيما بغت وتكون دونك أصدقاء باش فهموا معايا شنو هو La derivative أوكي وكن ضمن هدي أول مرة في حياتك غادي تفهم شنو شنو كيتعني هاد دير ايكس